دكتور عبد منعم، هل كان الوضع الاقتصادي لروسيا يسمح لها بأن تدخل حرب تمتد عام؟ وهل كان اقتصادها قوي بهذا الشكل؟ الاقتصاد الروسي يعتبر، نقدر نقوله من السبع الكبار على مستوى العالم يعني مجموعة السبع هي روسيا موجودة فيها، مجموعة العشرين روسيا موجودة فيها تواجد روسيا بشكل كبير داخل المجموعات الكبار الاقتصادية باعتبار دولة صناعية روسيا لديها انتاج صناعي كبير جدا، لديها زراعة كبيرة جدا نحن نتحدث أن روسيا وقانيا سلت غلال العالم لكن الحقيقة روسيا تعتبر أكبر دولة على مستوى العالم حتى في انتاج القمح روسيا بتنتج قمح سنويا أكثر من 110 مليون طن من الأمح بيتم تصدير أكثر من 65 مليون طن من الأمح سنويا للعالم فإذا هي بتنتج لوحدها بدون أوقانيا أكثر من 22% من انتاج الأمح ونفس الحال في الغلال الأخرى، الدورة، أيضا المعادن، المنجنيز، اليورانيوم معظم المعادن بيتم استخاجها من الدولة روسية بالإضافة طبعا إلى وجود روسيا في تحالف أوبيك بلس اللي هي تعطبة من أكبر أو كبيرة الدول المنتجة الولايات المتحدة الأمكية، روسيا، السعودية هم أكبر ثلاث دول على مستوى العالم انتاجا للنفط وانتاجا للغاز الطبيعي وخاصة روسيا لو كاننا عن الغاز الطبيعي تحديدا هي روسيا تعطبة من كبيرة دول العالم وبالتالي كانت روسيا هي الملاذ الآمن وهي الممول الغاز الطبيعي والبترول والنفط إلى دول الاتحاد الأوروبي روسيا كإمكانيات لديها نحن نتحدث عن 17.5 مليون متر مربع من دولة يمكن تمتلك زمام أمورها بشكل كبير جدا هو قال أنه عند اكتفاء ذاتي من كل احتياجات الشعب الروسي طبعا إنتاج ذاتي وإحنا شفنا يعني إحنا لو تحدثنا عن الحرب بعد عام نقدر نقول أن كل رهان الذي كنا نراهن عليه خلال هذا العام لم يتحقق بالنسبة للروسيا بالنسبة للعالم ككل ودعني نوضحها إحنا تحدثنا أن روسيا سيكون حرب خاطفة لأمتدت لمدة سنة تحدثنا أن الاقتصاد الروسي سوف يقع وأن الروبل سوف يكون يعني 10.000 روبل بدولار لإحنا النهاردة بعد سنة الـ 75 روبل بـ 1 دولار طب كان قبل الحرب كان في حدود 35 إلى 40 إذن انخفاضه لم يكن هو الانخفاض الكبير الشاسع نفس الكلام نحن نتحدثنا أن العقوبات التي فرضت على روسيا وبلد روسيا أكبر دولة إحنا كنا لغاية يمكن 23 فبرايو 22 كان الأكبر دولة على مستوى العالم تحصلت على عقوبات هي إيران اليوم هي روسيا أكبر دولة تحصلت على العقوبات هل نجح الاقتصاد الروسي في امتصاص هذه العقوبات الاقتصادية؟ بكل تأكيد إحنا بنتحدث أن كل شيء داخل روسيا حصل عليه عقوبة حتى القطط لم تسلم من العقوبات الأوروبية ولم تسلم من العقوبات الأمريكية النهاردة بعد عام عدة على هذه الحرب لا أنت عندك اقتصاد على الأقل واقف على جليه خرجت الشركات الأجنبية خرجت المطاعم من دولة روسية خرج البنك الروسي المركز من المعاملات الدولية يمكن التعاملات الدولية توقف السوفت توقف أيضا الأسطول البحوي ما دي كلها تأثيرات كبيرة طبعا بس في الآخر هو استطاع أن يصمد استطاع أن يصمد بفكره وبإدارة مالية جيدة جدا داخل الوضع الرهد أنت بتتحدث عن دولة عقوباتها الاقتصادية في جميع حتى الأنشاطة الروسية توقفت لديها الدولية كل التصدير توقف إلا في بعض الأشياء بنتكلم على دولة الشركات الأجنبية بدأت تخرج منها العقوبات الأوروبية بوضع حد أو صقف لأسعار النفط لديها وأسعار البترول وأسعار الغاز الطبيعي كل هذا لكن في الآخر أنت أمام دولة لم تهتز لم تتوقف حالة المواطنين هناك حالة حتى التضخم هناك تضخم داخل الدول روسيا ولكن مقارنته بما حدث من تضخم داخل دول الاتحاد الأوروبي اللي تضخم فيها وزيادة الأسعار تجاوز 12% لا أنت عندك في روسيا المعلن عندهم ما بين 10 إلى 15 فبعض الأحيان فعايز أذهب إلى نقطة أن روسيا أوقفت تصدير الغاز لأوروبا صحيح؟ النهار دا لقيت ملاز آمن في الصين في الهند في دول شوكي أسيا في التعامل مع التحالف البريكس اللي هي أحد أعضاؤهم كل دا كان ملاز آمن حتى الذهب عندما توقف روسيا بالمناسبة تالت دول على مستوى العالم في إنتاج الذهب تمام؟ بتنتج سنويا أكثر من 15 مليون طن من الذهب طيب إنتاجها العالم كله عفضوا النهار دا الصين بتحصل على إنتاجها الهند بتحصل على إنتاجها دول شوكي أسيا بتحصل على إنتاجها وبالتالي هي وجدت حولت البصلة بدل أنها تتعامل مع الوراة المتحدة الأمريكية ومع دول الاتحاد الأوروبي هي بدأت تتعامل مع الدول الأسيوية مع طبعا الشريك الرئيسي والاستراتيجي لها لواء الصين ثم الشريك الثاني الهند لقيت مع دول الخليج تعاون جيد مع دول الأفريقية حجم تبادلاتها التجارية حتى مع فكرة زاد يعني على سبيل المثال مصر نحن كنا بنتعامل مع روسيا حتى عام 2021 بـ 4.5 مليار عام 2022 أفل على 6.8 مليار يعني زادت بحوالي تقريبا 2.5 مليار دولار ده معنى إيه؟ إنها بدأت تتوسع بدأت توجد نظاما اقتصاديا يعني مغير بدل ما يكون هناك تعامل عن طريق السوفت بدأت وشركات الأجنبية ذي فيزا ومستر كارد وتوقف التعامل هناك بهذه الكروط الاتمانية إنه ده اخترعت شبكة جديدة نظام مالي جديد بتتعاون فيه ذي ميرا اللي هو كارد الميرا اللي بيتم التعامل فيه مع الصين مع تركيا مع دبي مع كثير مع الهند مع كثير من الدول الأسيوية بدأت تفتح حلقتها وتعتمد عملات جديدة بعيدا عن الدولار وبالتالي بدأت النهاردة يعني مجموعة العملات التي بتتعامل أو الرسمية الدولية ارتفعت من 21 عملة إلى 43 عملة أعتقد أن بعد مرعام طبعا هناك مشاكل اقتصادية داخل روسيا وهناك تضخم وهناك إحساس أن عدم وجود يعني تضييق على الحياة الروسية والتعاملات الروسية الدولية لكن على الأقل لم تنهار روسيا كما كنا يعني يزعى 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 أنها ممكن تنهار في أقل من أسابيع أن الأذم وممكن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعلن في مايو 2022 أن الحرب الروسية هتؤدي إلى انهيار حاد إلى الاقتصاد الروسي ويعتبر من أسوأ الاقتصاديات لأن هذا شايفين الاقتصادي الروسي بينمو أو مش بنفس معدلات النمو المتوقعة لكن على الأقل حجم انخفاضه 1% 1.5% ده مش انخفاض في ظل دولة بقالها عام بتحارب يعني بتحارب إيه ليس تحارب فقط أوكرانيا النهاردة تعتبر روسيا تحارب العالم هناك حرب بالوكالة داخل أوكرانيا بشكل كبير